قالت الإعلامية الكبيرة فريدة الزمر أن تجربة انتهاء الزواج بعد عشرة طويلة هي تجربة مريرة وهي نفس المرارة التي انتهت بها تجربة زواجها وأوضحت فريدة الزمر في لقاء مع الإعلامي محمود سعد في برنامج باب الخلق على قناة النهار الأحد 7 مارس 2021 أنها انفصلت عن زوجها بعد 38 سنة زواج وكان هو زوجها الثاني وسعت خلال سنوات كثيرة من زواجها إلى الإنجاب مرة تانية بعد إنجاب ابنتها الوحيدة من زواجها الأول ولكن محاولاتها باقت بالفشل فاستسلمت لقدر الله وهنا أثناء الحوار مع محمود سعد في 7 مارس 2021 ده أحد الزوج لها هي رأيكم تغيرت ولا لسه زي ما هي هي متعلقة في كل أحولها وهنا هنا في شبابها ما تغيرتش كتير ربنا اديها الصحة وتبعت فريدة الزمر أن زوجها تركها بدون مبررات ولا أعذار وهي حتى هذه اللحظة لا تعلم لماذا حدث هذا بينهما وقالت ربما بسبب سحر أو شعوزة ولكنها لا ترجح أن يكون الاندفاع هو السبب لأنهما تزوج ماضجين ولم يكون صغارا ودام زواجهما سنوات طوار 38 سنة ونصحت فريدة الزمر النساء عن يحرصنا في اختياراتهمنا للرجال عندما يقدمنا على الزواج بأن يخطرنا من له أصل حتى تجد من تشكو إليه وتحدثت فريدة الزمر عن زيجتها وانتهاء زيجتها الثانية بشكل مرير التي لم تنجب منها وقالت المحاولات كانت كتير جدا بس ربنا ما كانش رايد وده مطروك لله واللي بتتأخر ما تزعلش ده قدرك لقد حاولت كثيرا وطلقيت العلاج ولا موافق وتبعت فريدة الزمر في واحد رزقه في عياله وفي واحد رزقه عيلة واثنين وفي ناس مفيش خالص وفي دكتور قال لي انتي بتعندي في ايه قلت له عايز اجيب عيال فقال لي دي بتاعت ربنا بتقومي ليه فبطلت ساعتها ااخد علاج وحكت فريدة الزمر أنه بعد 38 سنة من الزواج لم تجد الأمان وتبعت لا أعرف الأسباب للانفصال حتى الآن هقول عشحوزة ممكن حد عامل حاجة أو تصرف قهوة ما يطلعش من سن كبير حصلت حاجة رفاية جدا أنا ما كنتش منتابعة لها ومش مديها الفهم بتاعها ومش مصدقة نفسي وتبعت زي حد خبطني على دماغي وفوقت لقيت نفسي كأني وسط ناس تانية لكني تجاوزت الأمر بالإيمان واستكملك لما واحد مراته تاعية يعمل ايه؟ مفروض ينزل معاك جلسات ويروح معاها ويدعمها لكني في كل الأحوال واضية وربنا لما بيريد حاجة اعرف انها في مصلحتك ولازم الإنسان في تجربته يبص للي بيحصل له فريدة يحيى سعيد الزمر هي إعلامية مصرية شهيرة تنتمي إلى عائلة الزمر وسبق أن ترشحت فريدة الزمر في انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010 وابنتها هند رشاد بتعمل مزيعة أيضا في التلفزيون المصري وفي سياق المتصل صرحت فريدة الزمر أن ابنتها هند وحفيدتها هما محور حياتها ويملأنا بالحب قلبها وهي تتنفس بوجودهما هنا إلا على شمالها هي هند بنتها برضو هي هند ديات مزيعة في التلفزيون المصري هي هند رشاد بنت فريدة الزمر ربنا يخليهم لبعض ايه رأيكم؟ يشبهوا بعض اعتقد فيه شابه كبير وقالت العالمية الكبيرة فريدة الزمر أنها عانت من مرض سرطان السجل لمدة خمس سنوات وقتها بعض الزمر أنها كان لديها يقين بأنها ستشفى من المرض مؤكرة أنها اكتشفت المرض مبكرا وهذا كان مهما في علاجها وأوضحت أنها رأت تغييرات مفاجئة في جسدها لم تكن تشعر بها لكنها لاحظت تغيير جسدها وعلى الفور ذهبت لإجراء التحاليل ولكن في البداية قالوا لها بأنه لا يوجد شيء لكنها لم تصدق ذلك فأجرت تحاليل مرة أخرى والتي أظهرت أن لديها ورم بالفعل ولفدت لأنها أجرت عمليات وأزالت الورم وكان لديها يقين بأن الله سيشفيها مردفة لكن كان صعبان علي البهدلة لأنهم كانوا بيخوفون بأن اللي بتتعرض للتجربة دي تشعرها بيقع مؤكرة أن ذلك كله لا يحدث في حالة الكشف المبكر خاصة أن كمية الدواء تؤثر أيضا وأكرت أن نفسية المريضة في تلك الفترة مهمة جدا لأن الاكتئاب والعزلة بيؤثر موضحة أن زوج صديقتها في أمريكا كان يتولى مهمة علاجها عن طريق المراسلة وكانت تذهب له مرة كل عام للمتابعة في أمريكا وشارت إلى أنها حصلت على 30 جلسة إشعاع كانت تتلقاها لمدة يومين في الأسبوع موضحة أن الأمور كانت هادئة والإرهاق يأتي مع العلاج الكيماوي لافتة إلى أنها كانت بتتعالج وتعود لمنزلها ولا تتحدث مع الكثير من الأشخاص مؤكدة على أنها لا زالت تتلقى العلاج الإشعاعي حتى الآن موضحة أنها تتلقى هرمون كل شهر من المفترض أن توقفه بعدما تجري مسحا زريا على جسدها وهي تنتظر إجراءه لإيقاف الهرمون حتى تتأكد أنها تخطط المرض ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة وهنا هنشوف بقى منزلها الفاخر طبعا هتلاقوا فيه بساطة لكن فيه زوق في اختيار الألوان واختيار الفرش الجميل وباين قوي أن المنزل شيك جدا ربنا يخليها تتخطى كل الصعوبات والمرض وتعود فريدة الزمر اللي احنا عارفينها المتقلقة دائما لو أعجبكم الفيديو ريتشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار مجوم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر